أستاذ علي مساء الخير أهلا بك معنا في اقتصاد بلاس أهلا بك أهلا بك ومشاهدين أيضا أهلا بك إذن دكتور في البداية نتحدث قبل التداول في موضوع وملف القبض عن هؤلاء الصينيين الذين يقومون بعملية تعديل لبيتكوين في ليبيا هل أنت مع قرار البنك المركز أو مصرف ليبيا المركزي بمنع تداول العملات الافتراضية أو العملات المشافرة في ليبيا أم أنت مع تقنين هذه العملات أو تقنين التداول بها في ليبيا في البداية أنا مع الجانبين أولا مع القرار الخاص بمصرف ليبيا المركزي لأن هذه العملات لا يوجد لها القاعدة الرسمية حتى في العالم الخارجي هو في العادة من المفترض أن تكون لأي عملة دولية لها قاعدة لها قواعد شراء وقواعد بيع ونصوص بحيث يكون لديها القدرة الشرائية في نقل الأموال ومثل هذه العملات نحن شهدنا الخلفية الصادقة ارتفاع هذه العملة عالميا واختفاضة وتسببت العديد من الأزمات لبعض المتعاملين بها فإن الحديث الآن على أن الاقتصاد الليبي عندما يكون هناك مثل هذا الشيء موجود في ليبيا من العملات الرقمية مجاعد أصلا في ليبيا ليست لوفرة شيء ما إنما هو لرفص التكلفة في صناعة هذه العملة وتعديل هذه العملة ولسيما أن الطاقة الكهربائية هي السبب حول ذلك لأن الطاقة في ليبيا شبه مجانية والمحروقات أيضا شبه مجانية لما يتسبب في الخفاظ التكاليف لصناعة هذه العملة فإذن أولا نبدأ نقول أن مصر في ليبيا المركزي مثل هذه التجراءات مختلفة صحيحة وأيضا من ضمن مواد مصر في ليبيا المركزي اللي هي المحافظة على المال العام ومكافحة رسيل الأموال فإن هذه العملات ممكن حتى تستخدم في المستقبل في رسيل الأموال في نقل الأموال إلى أخرين نحن نشاهد أن العالم الخالجي في الموشيرات أن ليبيا أو الاقتصاد الليبي أكبر موشيرات تعدين لصناعة هذه الأمدة وليس هناك دخل لهذه البلد من هذه الأمدة فأني جانبين الجانب الأول هو يخص القرار الجانب الثاني ما مدد استفادة الاقتصاد الليبي من صناعة هذه العملات إذ كان صناعة هذه العملات هي الفائدة فعلا الاقتصاد الليبي أن يطبط طريبة معينة بصناعة هذه وازدار الترخيص اللاجمي لازدارها وتعدينها مثل أي سلعة أخرى يعملها مثل السلعة وليس مثل العملات نعم طيب دكتور حضرتك قلت أن انخفاض تكلفة تعديل البيتكوين أو العملات المشفرة بصفة عامة هي ما جعلت هؤلاء الصينيين مثلا الذين تم القبض عليهم مؤخرا يقومون بهذا في ليبيا يعني هل يمكن القول اليوم أن هناك أرضية خصبة لتعديل العملات المشفرة في ليبيا طبعا زي ما قلت الحاضرتك هي لو افترضنا أن هذه العملات صناعة ويمكن الاستفادة منها عليها ممكن نحن نديره إجراءة معين ونضطوه ونستفيده منها كاقتصاد الليبي لأنها تساءل مثل الفيزيات التي كان عليها الطلب العالمي بهذا الشكل ومخزونه بهذا الشكل يمكن شكل شيء معين أو هيكل معين يخدم هذه الشرائح من المتعاملين بالمعاملات والخدمات الأكثرونية حتى يتحصل منها مقصاد الليبي على ضريبة خاصة من المقصاد الليبي الضريبي فيه غير ناضج وليس من العمل على أن نرفع الإرادة الضريبة من الموازنة العامة حتى أمو الموازنة العامة على الأقل 25% من هذه العمليات الخدمية التي تحصل في ليبيا نعم شكرا لك دكتور علي الصلحة الخبيرة الاقتصادية على ما أفتنا به